اشتركوا في القناة يوم الخميس بقى اللي قبل السبت والحد الدستورية العليا احتمال تطلع قانون بعزل الفلول يعني ايه عزل الفلول او بمعنى اصح كده يعني انه الفريق احمد شفيق مايبقاش المفروض ننزل انتخبه يوم السبت او الحد وده معناه ان احنا غالبا هنبتدي نلعب من اوله جديد لعبة الانتخابات رئاسة الجمهورية طبعا عندنا مشاكل كتير على السحة السياسية في مصر لكن دي الحاجة الوحيدة اللي احنا متأكدين منها ان احنا راحين ان شاء الله باذن الله تعالى بعد ما كان فيه خلافات فترة اللي فاتت انه احتمال يبقى فيه يعني مجموعة من الرؤساء الاحزاب ان هما يبقوا موجودين كرئيس جمهورية انما السكة دي انتهت خلاص ورايحين ننتخب رئيس جمهورية ما بين الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق معايا ضيفي في الفقرة دي هنتكلم عن هذا الموضوع وعن مواضيع اخرى حضرتكو اكيد متابعينها فيه على الساحة السياسية في مصر الدكتور اكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة صباح الخير يا دكتور اهلا بحضرتك ازاي حضرتك فهذا اهلا بيك لو القانون طلع اللي هو قانون العزل السياسي طلع معناها انه الفريق احمد شفيق مفروض ان هو ما بيبقاش موجود في الانتخابات يعني معناها غالبا يوم السبت والحد مش هنروح ننتخب صح؟ هو القانون مش هيطلع هو القانون صدر فعلا من المجلس التشريع من مجلس الشعب انما طعن فيه بعدم الدستورية تمام فالمحكمة بتفصل وتصل الى حكمها والله هذا القانون يتعارض مع الدستور يبقى غير دستور او ان هذا القانون لا يتعارض مع الدستور فيبقى ويبقى دستور هو ده اللي هتفصل في المحكمة عظيم اه فالاحتمالين وردين كلاهما ورد يعني يمكن ان تحكم المحكمة بدستورية القانون ويمكن ان تحكم بعدم الدستورية حلو لو حكمت بعدم الدستورية يبقى خلاص هننزل سبتو حد ننتخل ننزل ننتخل حلو لو حكمت بدستورية القانون هيترتب هنا اثر قانون وهو استبعاد احد المرشحين حلو يبقى في هذه الحالة وده يعني عكس ما الناس متصورة الناس متصورة ان لو استبعد واحد من المرشحين الاتنين هيجي رقم 3 وتجرى الانتخابات لا ده غير صحيح اللي هو حمدين صباحي اللي هو حمدين صباحي ده غير صحيح تمام اذا حكم بدستورية القانون هيتم استبعاد احد المرشحين وتجرى الانتخابات بين ال 12 كاملين عنظيم فيما عدد الاستوب دي بقى هتجرى الانتخابات بين ال 12 كلهم حتى لا ندخل فيه مشكلة يعني معناها ان احنا هنلعب اللعبة من اول وجديد لعبة الانتخابات الرئاسة الجمهورية من اول وجديد هنرجع للنقطة الاولى وندفع حوالي مليار و 600 ألف تاني او يمكن مليار تقريبا مصري زي ما قال رئيس الوزراء الجنزوري انه دفعنا مبلغ كبير اوي في موضوع الانتخابات ده هو مين اللي يتحمل مسؤولية اللي يحصل فينا ده يعني الاطراف كلها بتتحمل المسؤولية في رأي كل الاطراف مسؤولة ولا نستطيع ان نحمل المسؤولية لطرف وحيد قوة سياسية مسؤولة الاحزاب مسؤولة جهات السياسية المختلفة مسؤولة وهي كلها في النهاية اسهمت بشكل او باخر فيما نحن فيه الان وانا في رأيي يعني ليس من العدل ان احنا نحمل طرف بعينه او طرف وحيد المسؤولية عن كل ما يحدث فنحن جميعا نشارك فيما يحدث بعض الصور او عدد مش قليل نزل مدان التحرير مبارح بيطالب بعدة مطالب من ضمنها الفريق احمد شفيق ما يخشش الانتخابات تفعيل القانون العزل السياسي ومن ضمنها محجمة الرئيس السابق حسن مبارك من ضمنها عايزين يبقى فيه اتجاه لان احنا نبقى رايحين للدكتور محمد مرسي ما يبقاش للفريق احمد شفيق عدة اتجاهات ومسيرات مختلفة في جميع محافظات نصر هل ده ممكن يأثر بشكل او باخر في تلوع القانون الخاص بالعزل السياسي يعني القضاء مستقل والمحكمة بتفصل سواء محكمة دستورية او غيرها بتفصل وفقا لما لديها وفقا لقناعتها وفقا لما يرتضيه ضمير المحكمة وبالتالي يعني القضاء طالما انه مستقل قد لا يتأثر كثيرا بما يحدث وفي جميع الاحوال القاضي يحكمه ضميره وواجبه ولا يخضع لأي الدهود فستصل المحكمة الى قراره هل هذا القانون دستوري او غير دستوري وفقا لما تصل اليه من قناعة وفقا لما تنتهي اليه من قناعة من الناحة القانونية دكتور كثير من الناس اللي نزلوا مداني التحريب برضو وكثير من اللي كان عندهم عصبية ونرفزة كبيرة جدا بسبب الحكم اللي صدر على الرئيس الصابق حسن المبارك او المحكوم عليه حسن المبارك هو حبيب العدل وقاويل كثيرة وكثير من التجاوزات حصلت من نواب مجلس الشعب وبناء عليه المستشار الزند في نادي القضاء فتح النيران على البرلمان تعليقك ايه على الخلاف اللي ما بين القضاء والبرلمان يعني انا في رأيي اننا لدينا كثير من الخلافات بين القوى السياسية تعبر عن نفسها في الشارع وتعبر عن نفسها بطرق مختلفة وليس من المرغوب في ان يحدث خلاف وصراع بين السلطات لان السلطات دي احنا بنكلم عن دول ليس من المرغوب في وليس من المصلحة ليس من المصلحة اي طرف ان يحدث صراع بين السلطة التشريعية يعني البرلمان وبين الحكوم سلطة تنفيذية على سبيل المسال وليس من المصلحة ان يحدث صراع بين السلطة التشريعية اللي هي البرلمان وبين السلطة القضائية كل دي سلطات بتعمل في دولة واحدة في اطار نفس الدول وفي اطار نفس النظام وبالتالي ليس من المرغوب في بأي حال من الاحوال حدوث صراع بين السلطات يضاف إلى ما يحدث من صراعات بين القوى السياسية المختلفة في النهاية هذه السلطات تعمل وفقا للقانون وتعمل بطريقة مؤسسية وبيحكمها في آداءها لوظائفها المصلحة العامة للوطن بالتالي ليس من المغروب فيه بأي شكل من الأشكال أن يحدث مثل هذه الصراعات بين سلطات مختلفة داخل الدولة الوحدة لأن هذا يهدد الدولة ككل دكتور بعد إذن سادتك هدك شفت اللقاء الإعلامي عماد أديب مع دكتور محمد مرسي فيه برنامج كده حصل شفت البرنامج ده؟ أي هدك كنت مركز في تصريحات الدكتور محمد مرسي قولي لحضرتك السؤال السؤال أنه كان فيه إجابة للدكتور محمد مرسي للأستاذ عماد أديب كذا مرة يقوله بنفس السؤال ويرجع يتكلم في نفس الإجابة وهي أنه لو النتيجة طلعت ناحية أحمد شفيق بملخصها يعني الدنيا مش هتسكت وما ينفعش يبقى فيه تزوير ولمح بأنه يا جيش يا شرطة يا إدارة انتخابات قلي بالكوا أنه يعني لازم الموضوع يبقى صريح وواضح وشفاف إلى أبعد الحدود ومش حاطت في المياه وغير حاجة واحدة بس أنه أكيد كل الناس هتنتخبوا ولو فيه رأي تاني بما معناه يعني أنه ممكن يكون فيه تزوير بشكل أو بآخر عزيم في نفس الوقت مجلس الشعب فيه صراع ما بينه وما بين الحكومة من فترة فيه صراع ما بين القضاء حاليا نحن رايحين فين يعني أنا عاوز بس أؤكد أن نزاهة الانتخابات وشفافيتها وعدم تدخل أي طرف في التأثير عليه لا الحكومة تتدخل ولا المحليات ولا الأمن ولا أي طرف يتدخل هذا أمر إيجابي وأمر مطلوب وأمر مرغوب فيه وأن العملية بتتم بنزاهة أمام المواطن العادي ووسائل الإعلام بتنقل الموضوع على الهواء وفيه حتى يمكن متابعين أجانب ووكالات أنباء أجنبية بتتابع الموضوع إذن كل هذا مطلوب وأن تكفل كافة الضمانات التي تضمن والتي تؤكد للمواطن العادي أنه لا يوجد أي تدخل لا من قريب ولا من بعيد في العملية الانتخابية كل هذا مطلوب وواضح في انتخابات مجلس الشعب والشور وهم اللي جوم فهذا مطلوب ومطلوب التأكيد عليه وضمانه أمام المواطن العادي أما نتائج الانتخابات فهي قضية أخر النتائج تتعلق بنتائج الصندوق نحن عندنا اتنين مرشعين وبالضرورة سيفوز واحد منه نعم مش هينفع يفوز الاتنين أو لو كان الأول 13 مش هينفع يفوز ال13 وهكذا إذن نحن إذا عملية انتخابية إذا توفرت لها كافة الضمانات القانوني والتنظيمي والإداري اللي بتضمن أن الانتخابات تعبر فعلا عن إرادة الناخبين وعن إرادة المواطنين يبقى إحنا كلنا متقابل نتيجة الانتخابات أيا كان الفائز أحنا معرفش مين يفوز نعم إنما ما تزفر عنه سنديء الانتخابات هو تعبير عن إرادة الشعر طالما توفرت كافة الضمانات اللي احنا تكلمنا عنها اللي بتضمن نزاهة وحيدة العملية الانتخابية وعدم تدخل أي طرف لا للتأثير على إرادة الناخبين ولا للتأثير على سير العملية الانتخابية ومجرياتها فإذا توفرت كافة هذه الضمانات يبقى الانتخابات بتعبر في النهاية عن إرادة شعب وده بيحصل يعني وده بيحصل وكلنا مش هما كلنا شفنا إن فيه انتخابات نازيها شفنا انتخابات ما كانش فيها تزوير شفنا انتخابات ما كانش فيها يمكن فيه بعض السلبيات وده ممكن يكون وارد من أشخاص إنما شفناها صحيح طيب دكتور الفترة اللي جاية المفروض إن احنا يبقى فيه نوع من الوعي لكثير من الاتجاهات المختلفة اللي حيرشحوا الدكتور محمد مرسي أو الفريق أحمد شفيق مفروض إن احنا نبقى فيه وعي لدى الجمهور المصري أو الشعب المصري اللي راح إن شاء الله ينتخب يوم السبت والحد لو رح من انتخابنا يعني في إن احنا مهما كانت النتيجة المفروض إن احنا نحترم الصندوق صحيح صحيح طالما توفرت الشروط اللي احنا اتفقنا عليه ليه فيه عدة أصوات مختلفة بتقول دول الوقت فيه نوع من الشحن طول الوقت فيه نوع من الشحن وده أكبر دليل إن الجمعة كنت مبارح في صلاة الجمعة ألاقي فيه عدة أصوات عما لا تبتدي تختلف يعني ربما ده قد يجي التفسيره إن احنا في مرحلة يمكن فيها ودي طبيعة المراحل الانتقالية عموما يعني مش احنا بس المراحل الانتقالية بيبقى فيها نوع شوية من عدم التيقل أو عدم التأكد ما الذي سيحدث في المستقبل ماذا سيحدث غدا ماذا سيحدث بعد ساعات دي طبيعة المراحل اللي احنا بنسميها مراحل انتقالية الشحن قادي يكون له تأثير إيجابي يعني الشحن بمعنى أن احنا ندعو الناس إلى المشارك نعم احنا ندعو أهلنا وشعبنا أنهم يشاركوا في العملية الانتخابية ويعطي لمن يريد يعني الشيء الإيجابي في الموضوع مجرد أنه يشارك يعني يذهب إلى الانتخابات يعني لا يتقاعس ما يكسلش ويقول أنا مش هروح الانتخابات إنما يذهب إلى الانتخابات دي الخطوة الأولى الإيجابية والهم ويعطي لمن يريد وإذا توفرت كافة الضمانات القانونية اللي احنا كلمنا عنها والإدارية والتنظيمية ولا يوجد أي تدخل إذن الصندوق في هذه الحالة بيعبر عن إرادة الناخ وإرادة المواطن وإنه يمكن أن أذكر يعني السادة المشاهدين بالله حصل في الانتخابات الفرنسية يعني الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي خسر الانتخابات الرئيسية وهو رئيس الجمهورية وبمجرد إعلان النتيجة رسميا كان هو أول المهنئين للمرشح الفائز هي دي اللي احنا بنسميها يعني قيم الديمقراطية وسقافة الديمقراطية نعم بتقبل الآخر بتقبل نتيجة الانتخابات بتقبل ما يصفر عنه إرادة الناخبين طالما توفرت لها كافة الضمانات النموذج الفرنسي كشعب أو كظروف انتخابات وعارفين الديمقراطية بقالهم فترة طويلة هل ده ممكن يطبق عندنا بإذن الله تعالى بعد ما نوصل لنتيجة الانتخابات آه يعني أنا أقول لحضرتك طبعا فرنسا دولة عريقة في الديمقراطية طبعا نحن لسه في بداية المراحل طبعا إنما سؤال حضرتك هل يمكن أن نصل إلى ما يماثل النموذج الفرنسي في ديمقراطية ممكن نعم ونقول لحضرتك مثال الهند الهند دولة نامية فيها كل المشاكل اللي بتعاني منها الدولة النامية المعروفة ومع ذلك فيها ديمقراطية تضارع تماثل ديمقراطية البريطانية ويمكن أنا أذكر حضرتك وأذكر أستاذ ومشاهدين إن مرة رئيسة الوزراء الهندية نديرا غندي السابقة يعني رئيسة الوزراء السابقة يمكن في أواخر السبعينة أو لا حاجة وهي رئيسة الوزراء خسرت مقاعدها الانتخابي في الدائرة الانتخابية بتاعتها وخسرت حتى الأغلبية بتاعت الحزب وتحولت إلى المعارضة إذن إمكانية تحقيق الديمقراطية في دولة نامية ممكنة نعم ممكن ممكن تتحقق والهند نموذج واضح لذلك آخر سؤال لأن الفقرة انتهت بعد إذن سيادة أكتر دلوقتي يعني المفروض لو حصل أنه عادنا الانتخابات بدون الفريق أحمد شافي أي فالقوى السياسية والثوار والأحزاب المفروض تفكر أو تخش الإعادة دي بنفس المنطق بتاع الأول ولا المفروض يفكره بطريقة تانية يعني المنطق في أي عملية انتخابية سواء بيخوض وعلى أي مستوى انتخابات رئاسية انتخابات تشريعية انتخابات محلي وعلى أي مستوى حزبي أو شخصي أو كده المنطق أن من يخوض العملية الانتخابية له احتمال من اتنين إما الفوز وإما الخسار نعم وإذا فاز في هذه المرة لا يوجد ما يضمن فوزه في المرة القادمة أنا ليه بس أل السؤال ده بعد إذن سيادتك أنا آسف بدون أعطي كلامك فاض لأنه في كثير من الأقوال في الشارع المصري وفي الأصوات السياسية قالك أنه برضو يعني زي ما كل الناس أخطأت برضو الصوار أخطأوا بأنه هما ما يجمعوش أصواتهم في قتلة واحدة طبعا ده أمر مرغوب فيه ويمكن إحنا يعني تفسير ده له تفسير أيضا أن الفترة الزمنية قصيرة أو يعني نكلم عن تخبات مجلس الشعب على سبيل المثال تخبات مجلس الشعب أجرية تعاقب فترة قصيرة للغاية من صورة 25 يناي نعم وبالتالي لم يتمكن الصوار من تنظيم أنفسهم في أحزاب ومؤسسات وتستطيع أنها تقوم بأعمال سياسية بينما هناك أحزاب أخرى لها تواجد في الشارع لفترة طويل على الأرجح يعني بمرور الوقت أنا في رأيي قد يكون لمصلحة شباب الصوار أنهم هيحولوا نفسهم إلى أحزاب ولها تواجد ولها تأثير سياسي وتقوم بدور سياسي وتكتذب المشاركين فيها إذن الأوضاع في رأيي ستختلف في المستقبل عنها في المرحلة السابقة أمنيات سيادتك ليه يوم السابت والحد يوم السابت والحد وبعد السابت والحد أمنيات اليوم السابت والحد وهي يومي الانتخابات الرئاسية المصرية في جولة الإعادة ما أتمناه وما أأمله وأنا بقوا راهن الحقيقة على تحضر شعبنا شعبنا شعب زوحضارة وبقوا راهن أن هذا الشعب يستطيع أن يقدم للعالم وليس للمنطقة فقط يقدم صورة في التحضر وفي إجراء انتخابات نازيها وتتقبل نتجتها من جميع الأطراف أيا كانت وأن الناس تتكلم عن مصر زي أحباب نتكلم لوقتي عن فرنسا ونستغرب قوي أن اللي خسر هنأ الفائز يريد هذه الصورة تنقل إلينا وإحنا في هذه المرحلة الهمة من مراحل التطور السياسي اللي بتمر بها مصر دكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة شكرا جزيلا لحضرتك فندم وكلنا أصواتنا كإعلاميين كلنا بأن ننادي أن نقدم فعلا نموذج لكل العالم العربي والعالم كله أننا زي ما عملنا صورة كل الناس أشادوا بالصورة زي ما احنا برضو يشيدوا بالتحول الديمقراطي عندنا بإذن الله تعالى شكرا لحضرتك فندم شكرا لحضرتك فندم فاصل ورجعين حلم